احنا اهم اربع لعيبة في الفرقة اهم اربع لعيبة في فرقة فيتا كلوب ابيد مايامبا اللي هو لعيب الرقم 14 اللي هو الكي بليير اللي بيحضر اللي احنا قلنا عليه لازم يتضغط عليه رقم اتنين اللي هو المهاجم ابيد مايامبا اللي هو المهاجم هدف خطير جدا وده اكتشاف مكانش موجود في شاباني اللي هو الباكليفت الباكرايت وزولو سيتا اللي هو الباكليفت اول ارقام معنا اللي هو مايامبا اللي قدامنا على الشاشة ما ينبل هو المهاجم لعب مباراتين في دور المجموعات مباراة أساسي ومباراة بديل مسجل هدفين هو هدف الفرقة فرص على المرمى أربعة منهم اتنين صح يعني نسبة نجاح خمسين فيماية الفينش بتاعه قويس جدا وعنده توقع صح زي ما شفنا في الصورة التصويبات ستة التصويبات ستة منهم اتنين صح التمريرات الصحيحة واحد وعشرين منهم سبعتاشر صح للتحامات الهوية هو على فكرة هو مش مهاجم بتاع التحامات يعني للتحامات هو كسب خمسة من خمستاشر ودخل في تلاتة وعشرين كسب حداشر هو كورته على الأرض أحسن آه يعني مش مش يعني مش قوي بدانيه هو طويل القامة آه لكن هو كورته حلو على الأرض وهدف ده المهاجم اللي هو عكس الفيستون مايلي برضو نفس الكلام ده المهاجم التاني المهاجم التاني محطة أكتر منه وبيعتمد على يعني الأسستات يديك أسستات يديك تمريرات حسين أكتر ده بالنسبة ليه فيستون مايلي اللي هو المهاجم البديل بتاع مايامبا لكن الأقرب اللي هيلعب قدامنا مايامبا اللي بعد كده أميد أميدي مساسي اللي هو اللعيب رقم 14 وده واحد من أمتع اللعيبة واللي احنا كلمنا عليه أهم اللعيب في فريد فيتا رقم 14 أميدي مساسي قدامنا أرقامه على الشاشة لعب مبارتين مسجل هدف طب الهدف ده جابه ازاي من تزديدة من برا المنطقة آه يعني بيزيد كمان بيزيد وبيكمل هو مش مش لعيب رقم 6 هو عام ما بيوصلش بس بيقف هو لا هو بيكمل عنده عملية ازاي هو هو بوكسو توبوكسو أصلا هو لعيب زي عمر السلية بس هو بينزل ما بين الاتنين المساكين وبيكمل كمان واعتبر أهم لعيب في الفريد اللي هو قدامنا أرقامه على الشاشة عامل كم تمريرة 110 تمريرة في مطشين منهم 92 تمريرة صح من 110 يعني نسبة دكت 84 في المية عامل كم تزديدة على المرمى 3 تزديدات منهم واحدة صح المراوغات بص لعيب مهاري قوي 6 من 6 6 ناجح من 6 محاولات آه طبعا لعيب مهاري التمريرات البينية واحدة اتنا عامل 2 منهم واحدة صح قطع التمريرات 8 إذن أهم لعيب في الفرقة أميدي مساسي اللي هو رقم 14 بنأكد للمرة المليون يعني نيجي بعد كده ليه الأطراف الظاهرية آه طبعا نتكلم كمان أن قوات نقط الباكي اليمين والباكي الشمال برضو نعرف أرقامهم شباني هو الأكثر في العرضيات والأكثر اللي هو الباكي اليمين شباني الأكثر في العرضيات والأكثر في المرغات النكحة الباكي اليمين ناحية جابهةنا الشمال ناحية جابهة الشمال بتاعتنا لعب مبارتين عامل كم عرضية في الماتشين 11 عرضية 11 عرضية في الماتشين رقم كبير آه طبعا عامل كم تمريرة 118 تمريرة رقم كبير برضو 118 في الماتشين منهم 85 صح قطع التمريرات 12 استخلاص الكرة 14 منهم اتنين بس في ملعب الخسم ده دليل ايه؟ دليل ان هما بيدغطوش ضغط عالي زي ما احنا قلنا ان هما بيدغطوش في وسط الملعب اكتر 14 منهم اتنين صح دي ارقام الباك رايت وقلنا ان هو مميز بالمروغات ومميز بالعرضيات ودايما التمرير الطولية بتتلعب له في ظهر الباك الايصر بتاع المنافس عشان يعمل هو الكرة العرضية نيجي بالي الباك ليفت اللي هو لزولوسيتا الباك ليفت الباك ليفت اكتر واحد بيمرر من تحت او اكتر واحد برضو عنده التمريرات عشان كده دايما هتلاقي ان الجابهة الشمال اللي هو مساسي بينزل يسقط والباك الشمال بيبقى موجود فالجابهة الشمال اكتر اه يعني هو كمان بيساعد في عملية بناء الهجم انه ممكن جدا مساسي ده يسلم للباك الشمال عشان كورته حلوة وهو كمان بيسلم له الاتنين بيسلمه فممكن برضو ايه عملية ان مثلا انت لو ناوي تضغط بالعيب معين هتخليه روح نحيط اليه الجابهة اليسرى اكتر او ممكن مثلا ان محمد مجدي افشا مسلا وتخلي الجناح اليمين اللي حيلعب معاه مثلا وليكن الشحات او طهر محمد طهر يضغط معاه بحيث ان انت يبقى انت مانع مساسي ومنع الباك الشمال يبقى انت مانع الاتنين مع بعض يبقى انت خلاص قفلته تمام ده قدامنا ارقامه على الشاشة عمل مية اتنين وعشرين تمريرة اكتر لعب في فريف فيتا بيعمل تمريرات اللي هو الباك الشمال مية اتنين وعشرين تمريرة عرضياته خمسة مش كتير مقارنة بالحداشر بتوع الباك اليمين تمام اطع التمريرات اربعتشر تمريرة استخلاص الكورة تمنتاشر مرة منهم اتنين في ملعب الخس ده برضو يعني ضغطه مش عالي ارقامه ضغطه مش عالي وهو على المستوى الهجومي من الوضح يعني اجماليا للارقام دي دكتور احمد واضح انها فرقة منظمة مش هنتكلم لكن برضو انتاني مش عايزين واتكلم بكل امانة ان احنا نضخم الخسم اوي احنا بنتكلم النادي الاهلي طبيعي جدا ان شاء الله باذن الله يكون هو صاحب السيطرة على المباراة ايا كان بيلعبه ازاي احنا بس بنوضح بعض النقاط القوة في الخسم وبعض النقاط القوة تضع لكن طبيعي جدا مش هندخم المباراة صعبة على المستوى الضغوط على مستوى النادي الاهلي لا بديل غير الفوز لكن على المستوى التكتيك اعتقد اللي احنا بنقوله ده اكيد واصل للجهاز الفني ودرسوه وعملوا خطتهم وعملوا هم برضو على فكرة قوتهم مش بنفس السنتين ثلاثة اللي فاتوا يعني هو انت لو بصنا على الفرقة وبعد ما حللنا الفرقة هتلاقي ان هم مثلا عندهم اربع لعيبة هم الكويسين اوي يعني مساسي مثلا اهم حاجة عندهم ان مساسي اللي هو اللعيب الارتكاس بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين ويبني الهاجمة والقاط والزهرين بيتيروا دي اهم حاجة فمساسي يعتبر اهم لعيب في الفرقة عندهم مهاجم اه نوعا ماهد داف كورته حلوة عندهم الزهرين بيتيروا يمكن دول ابرز اربعة في الفرقة الباقي اه لعيبة ممكن نقول سبعة من عشر او ستة من عشر لكن دول الأربعة همهه فريق قوي فريق محترم المدرب بتاعهم محفزهم شغل اللعيب إزاي بينزل يسقط والعرضيات بتتلعب ولكن عندهم نقاط ضعف زي ما قلنا أن عندهم الاتنين المساكين كورتهم وحشة جدا كورتهم سيئة جدا سهل أن انت تضغط عليهم وسهل أنهم يرتكبوا أخطاء واتكلمنا أن دي نقطة مهمة جدا وحتفر في المباراة أن انت لو عملت عليهم ضغط علي من بدري هتغلطهم وكمان عندهم مشاكل دفاعية في المساحات اللي وارس ظاهرين يعني آه للباكين بيتيروا ولكن المساحات عندهم كبيرة جدا فعندهم مشاكل دفاعية كثيرة جدا بدليل أن هم ولا مباراة كيلينشيت في الأربع مباراة اللي لعبوها في دورة أبطال أفريقيا إذن هم آه فريق طبعا محترم وفريق قوي ولكن عندهم نقاط ضعف نقدر أن نحن نستغلها وإحنا إن شاء الله كلنا ثقة في الجاز الفني واللعيبة إن شاء الله يعني إن شاء الله يوم السبت يعني لا بديل عن الفوز وفي اعتقاد الشخصي إن شاء الله أنا متوقع كده بإذن الله نكسب 2-0 البداية المباراة مهمة جدا النقاط دي تأكيد وصلة للعيبة وصلة للجهاز الفني وتبقى الروح وتبقى العزيمة وده مهم جدا جدا بعيد عن الفنيات وبعيد عن الأرقام إصرارك على حسم المباراة من بدري إصرارك على إن شاء الله يعني مواصلة المشوار بنجاح كل دوت بإذن الله يكون موجود يوم السبت يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني الإصرار والعزيمة بتاعة لعيبة النادي الأهل إن هم إن شاء الله يعني يعوضونا بعنا المباراة اللي فاتت بإذن الله إن شاء الله يعني يكون فيه الضغط العالي من أول دي أو إن انت إزاي تضغط ده مهم جدا إن انت تحاول إن انت تجيب هدف مبكر أو في أول عشرين دي هيرايح كتير جدا هيعمل عليهم ضغط هتلاقي الهفاوات بدأت تبان أكتر هم كمان اسم النادي الأهل يأكيد خايفين منه بشكل كبير جدا يعني في عملية الضغط مع وجود اتنين مساكين كورتهم مش عالية تقدر إن انت إن شاء الله يرتكب واخطاء وتقدر إن انت إن شاء الله تفوز بالمباراة يا رب إن شاء الله